استجابة للمناشدات التي وجهت إلى فرقة العباس عليه السلام القتالية من قبل المواطنين لإيجاد مكان خاص لدفن ضحايا جائحة كورونا إذ بادرت الفرقة بالإسهام في بناء مختسر خاص في كربلاء وفق المخططات الهندسية المعدة من قبل خلية الأزمة ودائرة الصحة وجه قيادة فرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي بخصوص فريق متكامل من معاون النائب وأمين سر الخلية محمد العرجي بخصوص بناء مختسر في محافظة كربلاء المقدسة كون الضحايا كورونا كون ما موجود في محافظة كربلاء المختسر يتكون من قاعتين تم تخصيص القاعة الأولى للنساء والقاعة الثانية للرجال لمراعاة كل الأشخاص الذين يتوفون في هذا المرض في سبيل تقديم الخدمة لكل الضحايا في هذا الموضوع كذلك تم مراعاة الشروط الصحية وتم وضع غرف للتعفير خاصة قبل الدخول وقبل الخروج لغرض مراعاة حماية الأخوان العاملين في هذا الموضوع لمثل ما تعرفون أنه يتعاملون مع فيروس خطر وهذا الفيروس يعني نحاول أن نصل إلى أفضل إمكانيات للوقاية للعاملين هناك في سبيل حمايتهم وحماية جميع الملامسين لهذا العمل إكرام الميت في غسله ودفنه أمور يسعى إليها أبناء الفرقة لكون أن ضحايا كورونا لم يحظوا بها في بادي الأمر بسبب التخوف من عدوى الأوباء والإجراءات الوقائية التي أوصت بها خلية الأزمة العالمية ترجمة نانسي قنقر